السلام عليكم عرب بانكس اليوم جبنا لكم فيديو جديد بدي اشرح عن الاوضاع الحالية في سوق الكريبتو والنفتي والمخاطر اللي قاعدة تصير حاليا في هذا السوق طبعا ابل ما نبلش بالفيديو اتمنى تدعم صفحتي في اليوتيوب تعمل لايك وشير وسبسكرايب ما تنسى صفحتي في تويتر فهلا خلينا نبلش في الفيديو طبعا كلنا بنعرف اللي صار في منصة الافتي اكس الافلاس اللي صار والاقتلاس وغسيل الاموال اللي صار في منصة الافتي اكس وتهم سحب جميع اموال الناس ولكودتهم وما حدا قدر يسحب امواله من هاي المنصة طبعا كنا بنعرف صاحب المنصة اللي هو اسمه سام بانكمان حاليا تم سجنه او تم اتقاله في مكان اللي هو متواجد فيه في الولايات المتحدة وممكن يواجه مية وخمستعشر سنة سجن بسبب النصب الالكتروني وثاني اشي غسيل الاموال لانه حاليا الامريكا متهميته انه بنصب الالكتروني وغسيل اموال وبدفع فلوس لناس عند مشاهير عندهم متابعين انهم يروجوا لمنصة تبعته ويروجوا للعمل اللي هي الافتي تي طبعا هاي اخبار جدا سلبية في سوق الكريبتو والاني افتي طبعا منصة بهذا الحجم انها تنهار هذا اشي رح يؤذي سوق الكريبتو والاني افتي لانه الناس عندها فلوس ناس كثير خصت فلوسها في منصة الافتي اكس ناس كثير حطت فلوسها في منصة الافتي اكس فكل اشي راح عليهم بسبب اللكودة طبعا اغلب المنصات بتعمل هاي الحركة مثل كوين بيس مثل باينانس نفس الاشي هلا رح نحكي عن باينانس والمشاكل اللي ممكن اتواجهها انا ما بدي اخوف اي حدا من منصة باينانس طبعا اللي حينية بس خلينا نركز شوي على منصة الافتي اكس الاشياء اللي صارت في الافتي اكس وسبب الاغتلاص اللي سواه طبعا هو سوا نصبة جدا قوية وخرب سوق الكريبتو في ناس بيحكو لك انه هو كان متعمد والحكومة الامريكية متعمدة انها تغلق المنصة تبعته وتنهار المنصة في اخبار بتحكي لك انه باينانس هي السبب اللي خلت افتي اكس تفلس او الافتي اكس تغلق بسبب حركة باينانس انهم باعوا العملات الافتي تي اللي عندهم باعوها وطلعوا من منصة الافتي اكس لانهم كانوا مستثمرين باينانس من منصة او صاحب منصة باينانس شخص بحب يستثمر في منصات ثانية بحب يستثمر امواله طبعا كان مستثمر في الافتي اكس بعملة الافتي تي باع كل ما يملك من هاي العملة فالناس صارت جتها مخاوف ليش هذا الشخص باع كل أملاكه في هاي المنصة طبعا باع مبلغ جدا ضخم من هاي العملة بما أدى إلى الخفاض سعر العملة وبعد هيك نفسه سام بنكمان عرض على صاحب منصة باينانس انه يشتري المنصة تبعته وصاحب منصة باينانس تواصل معه على تويتر وراحوا دققوا في حسابات الشركة تبعت المنصة FTX وكتشفوا فيه أشياء كثير ناقصة طبعا باينانس وقتها أعلنت انه ما رح تشتريها للناس طبعا كانوا متحمسين انه ما رح تشتريها وبعدها حصل الإفلاس طبعا بعد منصة FTX ما أعلنت إفلاسها صار بعد اسبوع فترة وجيزة جدا منصة بلوك FI أعلنت كمان إفلاسها وحطت الشابتر رقم 11 إذا بتفوتوا عندهم في الموقع بتقدروا تشوفوا هون انه هم أعلنوا إفلاسهم وممكن لكودوا أو وقفوا الوددرو وانك تسحب فلوسك من هاي المنصة نفس الشي هاي منصة أمريكية ممكن تكون بدكم تديروا بالكم من هاي الأشياء بده يكون عندك لتجر خاص فيك تسحب فلوسك وتحطهم في اللتجر وما تتداول على هاي المنصات المش مضمونة عشان ما تخسر كل أموالك طبعا منصة ورا منصة بتلحق وبعض فبصير فيه إفلاس لجميع المنصات فهذا الإشي رح يأثر على سوق الكريبتو والنف تي بشكل كبير رح يصير استثمار في الكريبتو جدا خطر وغير هيك رفع الفوائد في البنوك الأمريكية والاجتماعات الفيدرالية رح تأثر كمان كثير على الكريبتو والنف تي الحين خلينا نتوجه لمنصة بايننس طبعا منصة بايننس أنا نفسي بحاط فلوسي في هاي المنصة بعد ما انقلتهم إلى اللتجر وغيرت مكانهم من منصة بايننس بسبب المخاوف اللي صارت على هاي المنصة ما في اشي مؤتمد بجميع منصات صح بالمنصة هذا الصيني نفس الاشي امريكا مش راضية انه يكون اكبر منصة كريبتو لتكون للصين او صاحبها الصيني وغير هيك منصة بايننس الاحتياط تبع بايننس مبني على العملات داخلية الاحتياطي تبعهم مبني على العملات داخلية مثل البي ان بي وغيرها من العملات فهذا الاشي ناس كثير ممكن هي تكون اشاعات ناس كثير بس عرفت وهذا الاشي اجتهم مخاوف فممكن بتواجه ضربة من ضربات اللي صارت في الافتي اكس نفس الاشي على منصة بايننس غير هيك منصة بايننس حاليا قاعد بتواجه تهم من الحكومة الامريكية بدهم يعملوا كشف لانه صاحب منصة بايننس تم اتهامه انه قاعد بعمل غسيل اموال طبعا حانيا زي ما انتم عارفين امريكا مش راضية انه شركة صينية يكون عندها اكبر منصة كريبتو فامريكا بدها تعمل اي اشي فاسهل تهمة تكون للشخص اللي هي غسيل الاموال عشان اتوقعو وتخرب عليه كل الاشي العندوية طبعا ما في اشي لسه مؤكد مية في المية طبعا هاي الاشياء راح تخرب على المنصة راح تخلي المستثمرين يخافوا انهم يستثمروا وغير هيك وزارة العدل راح ترفع اتهامات ضد هذا صاحب المنصة بايننس لانه في اشياء غير صحيحة وممكن يكون في غسيل اموال من الاشياء الخطرة اللي صارت حاليا في منصة بايننس انه المنصة منعت السحب الويددرو لعملة اليو اس دي سي طبعا في ناس كثير ما قدروا يسحبوا فلوسهم من المنصة فالناس اجاههم خوفي كبير مستثمرين خافوا على فلوسهم انه ممكن المنصة تتلكود او الاحكام الامريكية اللي صارت على المنصة ممكن خربوا المنصة مثل FTX فكل خاف على فلوسه فعشان هيك لازم يكون عندك لتجر تنقل فلوسك الى محفظة اللتجر طبعا شرح لتجر قريبا راح يكون في القناة سهل جدا كيف تعمل لتجر كيف يكون عندك عندك كي لهذا اللتجر وتستعمل فلوسك حتى بالنفتي بمكن تنقل صورك النفتي الى اللتجر طبعا منصة منعت فلوسك تقريبا بس فتحة السحب قالت في عندهم اعطال وخراب صار عليهم ففي ناس قالوا نفوا هذا الاشي لا ما صار خراب هي المنصة عمدا عملت هيك لما فتحوا السحب تقريبا خمسة بليون سحبوا فلوسهم من باينانس يعني خمسة مليار دولار انسحبت من باينانس هذا الاشي مش منيح هذا الاشي سيء جدا للكروبتو خصوصا للمنصة الناس خافت خافت افلوسها فالكل سحب فلوسه وطلعها من باينانس ان شاء الله لو عندك 100 دولار 30 دولار 2000 3000 4000 الكل سحب فلوسه وطلع من المنصة وغيرك فيه كم من واحد انفلونسر مش هو كتب سلبيات منصة باينانس وراحت باينانس سكرت حسابه في باينانس شافت على تويتر الكومنت اللي كتبه هو راح تسكرت له اياه في تويتر شخص معروف فعرفت حسابه في باينانس سكرت له اياه ومنعت يسحاب فلوسه انحين خلينا نتوجه للنفتي ونشوف الشارت الشهري للنفتي زي ما انتم شايفين هون هذا البول ماركت اللي صار بشهر واحد بداية سنة 2022 فزي ما انتم شايفين هون صار قبل بداية 2022 ب2021 صار فيه هبوط خفيف طبعا الفوليوم كان جدا عالي فزي ما انتم شايفين ففجأة ايجا البول ماركت فصار هون ان الارتفاع ان شاء الله نتوقع بداية 2023 يجينا بول ماركت طبعا البول ماركت ممكن يجي للنفتي غير عن السنوات السابقة ممكن يكون لمشاريع معين هلا حاليا احنا بشهر اتناعش اللي ما انتم شايفين لسه التشارت منتهى بشهر اتناعش هلا حاليا هذا هو الفوليوم المتواجد الفوليوم يعتبر ضعيف جدا في سوق النفتي لانه واجهنا هبوط جدا قوي طبعا هاي الاشياء بسبب الاخبار اللي بتنزل بسبب المنصات اللي بتم افلاسها بسبب ناصر تختار فلوسها فمتبقي فقط في السوق السمارت ماني او الناس المحترفين في تداول النفتي طبعا انت بدك تكون عارف وضع السوق حاليا عشان تعرف كيف بتحرك طبعا السوق اللي حاليا فيه سيولة خفيفة فيه مشاريع هاي ترتفع باسعار جدا حلوة هلا بدي افرجيكم اياها مثلا عندك مشروع انا اعطيت عليه كول بس كان 0.15 زي ما انتم شايفين هون انا ما اعطي عليه كول بس كان 0.15 حاليا سعره 0.1 وثلاثين وعندك غير هيك مشروع كريبس اللي حاليا سعره 1.97 تقريبا 2 اثيريوم انا برضو اعطيت عليه كول في مجموعة الكولات اللي اعطيتها لما كان سعره 0.99 طبعا اللي حاليا صار سعره 0.97 طبعا دبل السعر في سوق الانفتي طبعا عملنا ارباح جدا حلوة في منصة الانفتي بدك تكون متابع بدك تكون مع مجموعة جدا قوية مثل الارابانكس الفا وهيك بيكون انتهت فقرتنا اليوم اتمنى تكون عجبتكم ما تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب تدعم هذا الفيديو ليوصل اكبر عدد ممكن وتكتب في التعليقات ايش حاب يكون فيديو قادم على مجال الانفتيز او الكريبتو ونراك في فيديو قادم